وفي البداية يا دكتور عايزين نعرف من حضرتك موضوع الاوراد الجلدية اللي لازم نعرفها دي قبل الارتباط هو هسأله السؤال اولا نسلم على ايمان ازايك ايمان نورتين او انا اتنورتين اهم السؤال نسأله الطريقة تانية ايه اللي نصارح بيه اللي رايح يخطب اللي رايح يتقدم وهما يصارحوا بيه الضمير يعني اه شوية اه يعني ايه هو المرض الجلدية هو هيروح معندوش حاجة يعني ممكن في فترة المرض مش موجود يبه هل احنا بنقول ان الصدفية مثلا هو كان عنده صدفية ولسه عنده صدفية انما بياخد علاجات بياخد البيولوجيكس بياخد الدهنات بياخد الميزوتريكسيت بياخد 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 فاصبح اندر تريتمنت مسلا ستة شهر معندوش حاجة تحت العلاج فما فيش اي اثار حيقول ولا ما يقول الجماعة بتوعي الاجزيمة التأتبية دراي سكين ده مع المرطبات حتى احنا قلنا مع المرطبات الكتيرة خالص الدرماكتب ده ريبير والحاجات الترتيب زيموس وكده والادوية الحديثة اللي هما الجاك انهيبتور حيبق واحد معندوش حاجة هو هنا سؤالي حتى سؤالي لكم طبعا ممنوع عندكم ان انا اللي اسألكم انما سؤالي لكم انت عايزه يا دكتور احنا نحب انك تسأل اه والله سؤالي لكم هو يقول ده عندو ولا ما عندوش هو يقول لهم يا جماعة انا صحيح دلوقتي اه اندر تريتمنت فانا ما عنديش حاجة خالص قدامكم انما انا اه تحت العلاج فشكلي ابرانت قدامكم طبيعي هلو هو رجعت عندو تاني الصدفية بعد ست سنين خمس سنين يبا كان خداحهم ولا لا اه ده سؤال لك اه انا اه انا حاكل الجوب طيب حاضر ما انا عارف هتقول كده لانها اه 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 مش كده بس ده انا هقول لكم حاجة بتاعت ست امراض منها جلدية ومنها مش جلدية حاجة تانية ضروري تتقال ليه ضروري تتقال هو طول ما هو اندر تريتمنت هو الراجل قدامنا ما عندوش حاجة ما عندوش طيب هي حرجع لفيلم بتاع حسان عبدالقدوز زمان انا لا اجزب انا اجمل ده وانا كنت اتجمل اه احمد زكا الله ارحمه وحسان كان نفس الفكرة هو اللي حطى ميكب وكده مهما بتقولش مش انتي انما انا عارف اللي انا عايز اقوله مش فلسفة انا في اعتقادي ان فترات النقاء من الصدفية وفترات الكليرانس من الاطوبك درماطايتس او الاكزيمة التأتبية طولت جد جدا لدرجة هو نفسه بينسى وعلى فكرة وانا متأكد من كده هو نفسه بعد السنة ما عندوش حاجة يقوله خلاص انا ما عنديش بس بيفضل هو عرضة طول الوقت الابراد دي انها ترجع تهاجمه تاني شكرا ايمان هي دي الكلمة اللي انا بقولها برون نحط تحت كلمة برون دي 15 خط يعني ايه يعني سورايس برون ايه ايه اتوبيك درماطايتس برون يعني عنده استعداد وعنده قابلية انظر استرس معين الدايق بتاعي بتدي طبلا دي نقطة ضعف عنده اه هي دي دي حاجة لا السؤال الاهم اللي قالته برضو حيبا حضرتك ايه هو ده بيورث ولا مش بيورث ولا معدي هو مش معدي مثلا في الطاقة اللي انا قلته ده مش معدي انما هل هو بيورث ولا لا ده انا هقول لكم الاهم لو هو اكزيمة تأتبية ودراي سكين وا 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 ومع الجاك انهيبتور الجوداد والبتاع مش هيبان عنده حاك انما انا عايز اعرف بها لو هي كان كمان عندها كده احتمالية انها دراي سكين اه اه اطوبيك درايس في العيال علية جد نعمل الامراض الوراثية الجينية ماهيش المعدية صح يبا احنا عايزين نفرق بقى مبيد المعدي والوراثي يبا هنا انا اعتقد ان التصارح فيها مهم طبعا يا جماعة اه ده الجلاء العلاجات بقت سهلة وا 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 ما فيه امرات بنسأل لها بنسأل حد في العيلة عنده كده اه دي بيه دي برور يحصل تصارح انا بس عايزين نعدي الامراض كده مع بعض علشان نقيم محددينه ونبقى عارفين الكلام علي الصدفية الصدفية اكزيمة التأتوبية والاكزيمة التأتوبية والبوهاك البوهاك اتعالج وقلنا نزله الدواء الجديد بتاعه ريكس طوب اهل في مبروك انما برضو كل ده اندر تريتمين هل العيان اندر تريتمين ضروري يقول طب انا فيه اتنين بقى ده مهم تقيل اللي جايين دول هيربس هيربس ده فيروس ده معدي اعتقد هو مش معدي وبس هو لا يترك الجسم وده اللي انا مرة قلتلك عليه كنت في حالة هنا فرينزو فوريفر الاتنين اللي جايين دول اصدقاء على طول تعايش ايوا تعايش لكن هل يقول لهم انا وفيه واحدة التال الرابعة بقى دي الاتنين الاخرى دول اتش بي في اه لو عندوكو حاجة نبن نزل يفتك كده مكتوبة على الشاشة للقبار فقط الكلمتين الجايين دول اتش بي في لو الولم البشري يقومه الاطفاء الاتش بي في ده يومان بابلوما بار الورم الحليم البشري ده ممكن يجي في الجلد وحطة اخرى لكن فرينزو فوريفر يعني انزلع الاتنين عن طريق العلاقات الزوجية الخاصة ايوا ودي اللي جاي دي لها فاكسينز فضروري ياخده وضروري هي تاخده تطايم اه ده جميل جد واحد 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 جردزيل حتى ده مش اه ده يعني من انجازات الطب ان بقى بيتخدله شهر والتاني على فكرة برضو احب اقول لكم عليه انما ده شهر شهر تلت شهور المهم ثلاث جرعات اه ضروري ياخده وياخده للدخل يعني رايح ليقدم لها فانا هنا كل اللي انا عايز اقوله ده انا ليه سراح في الموضوع لانا انا عين سألني وهو ماشي حتى والله الدنيا ظهره كده قال لي انا رايح اتقدم بكرة وانا هقول لهم اطول ارجع تاني تعالى بقى ارجع تاني ونتكلم من الاول ارجع تاني ما هواش حب شباب حب الشباب جه وراح ومالكيش دعوة به يعني خالق ما هواش متأسف يعني في عندنا دشيليون مرض ما هواش مرض جه وراح اللي انا ذكرهم دول بالاسم ده موجود يا اما برون يا اما لسه كان تحت العلاج هو ممكن على فكرة مش لقيه هو نسي بحسن نية يعني عايزين بس ننوه للجمهور نحاك احنا على اللايف معاكم على صفحتنا برنامج استمع عرفوش يكذبو عشان اي سؤالة عندكم لدكتور عاصم ان شاء الله نجاوب عليه النهاردة ان شاء الله فضل طيب وحتى الى الجماعة اللي بيبعتولنا طيب بالنسبة بقى للجماعة اللي بيبعتولنا عندنا كمية اسئلها دكتور ربنا زيدو يبارك اشتركوا في القناة